سهلا وسهلا فيكم اليوم رح سوي معاكم فطاير القوارب بخلطة أجبان جدا نذيذة اخترت لها أربعة من أنواع الأجبان اللذيذة والتي تعطي هذه المطة الجميلة سعمت لها نفس العجينة اللي استخدمتها في الوصفة السابقة نيجي لند خلطة الأجبان ربع كوب من جبنة قودة وجبنة شيدر البيضة وجبنة القشقوان وجبنة السائلة نجمعهم فيه وعاء واسع وأضيف لهم ملعقتين من البوكدونس المفروم ممكن تضيفون ملعقة من الشبت طبعا الشبت مو كل ناس تحبها لذا أنا اكتفيت بإضافة البوكدونس نقلبها بشكل جيد وراح تكون معانا بهذا القوام الآن ننتقل ليه العجينة مثل ما قلت لكم طريقتها في الوصفة السابقة فردتها على سطح مرشوش بالدقيق حتى حصلت على سمك تقريبا 1 سانتي قطعتها دوائر بتوسطة الحجم ووزعت ملعقة كبيرة من الحشوة في كل قطعة الآن أضغط على الحشوة بهذه الطريقة عشان تتوزع بشكل جيد ونبدأ بالتشكيل نقفل الطرف الأول ونرجع أطراف العجينة ونقفل الطرف الثاني ونضغط بقوة ضرورة تقفلونها بشكل جيد لأنها مع الخبز راح تتفتح معاكم نكمل بقية العجينة بنفس الطريقة ونقولها صنية خبزة وتركها ترتاح 10 دقائق وبعدها دهنتها بالبيض ورشيت عليها السمسم ودخلتها فرن مسبق التسخين على درجة حرارة عالية وهذه النتيجة الآن راح أغطيها وتركها ترتاح 10 دقائق قبل التقديم عبيت أقدمها اليوم في هذه القاعدة الجميلة اللي اشتريتها من السيف غالري أحب استخدم الرخاميات والخشبيات تعطي منظر جدا جميل وفخم كذا انتهيت من تحضير قوارب الأجبان اللذيذة اللي متأكدة راح تعجب الجميع وقدمتها مع الشاي ونقوم بسم الله ونتذوقها معاكم تعالوا نشوف خلطة الأجبان كيف شكلها من الداخل ما شاء الله تبارك الله ريحتها أساسا روعة ومطت الجبن فيها رهيبة وطعم الأجبان جدا نذيذ ونصيحة قدموها وهي ساخنة مع كاسة شاي ولا أطيب